السلام عليكم يعطيكم العافية يا جماعة ورمضان كريم معكم علاء أبو دعابس واليوم إن شاء الله رح نشرح المحاضرة الثاني من مادة البيريو أول ثلاث صفحات تقريبا رح نمشي عليهم سريع سريع لأنه شرحناهم بالتفصيل باللاب رقم واحد فإذا بتحبوا إرجعوا احضروا اللاب رقم واحد ودرسوا وبعدين تعووا ندرس هون لأنه أول ثلاث صفحات ما حياخد منكم خمس دقائق صلى على النبي وخلونا نبلش أول شي قسمنا البريدونتوم أو البريدونتشيم حسب الدكتور اللي بشرح لكم كل حدا بقرأها بطريقة لأربع أقسام حكينا أنه البريدونتوم هو الشيء اللي بيحيط بالأسنان وبيثبت الأسنان وبدعم ثبات الأسنان بمكانهم تقسيمهم لأربع مكونات الجنجيفة البيدي أل والألفيولر بون والسمنتوم محفظنا من اللاب عدة صفات عن كل واحدة بالنسبة لأورال ميوكوزا قسمناها لثلاث أقسام نحكي أكم أشياء مذكرينهم من اللاب حكينا أنه الماستيكاتري بتكون كراتينايز من اسمها عشان تكون قادرة على تحمل الماستيكيشن والفورسز حكينا أنها بتتضمن البلت والجنجيفة اللايني الميوكوزا حكينا أنها بتنقسم حسب موقعها لألفيولر ميوكوزا وبق الميوكوزا وليبيا الميوكوزا وحكينا أنها نان كراتينايز لأنها ما فيها فورسز يعني مش معرضة للفورس والسبشيلايز من اسمها إشي مميز بهذا المكان هو التنق أنه فيها تيست بود مش موجود بمكان تاني طيب بحكينا أنه الجنجيفة هي جزء من الماستيكاتري ميوكوزا وأنه الجنجيفة هي فايبرس ميوكوزا يعني أنه الجنجيفة هي المنطقة المحيطة بالأسنان وبالعظم اللي محيط والأسنان هي جزء من الماستيكاتري ميوكوزا وأنه هي كراتينايز منحكي عن الجنجيفة قسمناها لثلاث أقسام برضو حكينا كأنه ميكيلي في فري جنجيفة وأتات جنجيفة وإنتردنتل جنجيفة الفري جنجيفة هي الجزء اللي مش ملزق بالسن اللي منقدر ندخل فيه البروب وحكينا أنه مسافته بتكون من زيرو لثلاث تقريبا بالنورمل أو بالهيلث كونديشن والنهاية تعتها أو الدبث تبعها المفروض يكون عند إسمن تونامل جنجشن بالوضع الصحي والأتات جنجيفة هي المنطقة اللي بتكون ملاصقة بالعظم من نهاية الفري جنجيفة لبداية اللاينينج ميوكوزا أو الألبيولر ميوكوزا هاي بتكون الأتات جنجيفة والإنتردنتل جنجيفة هي الجنجيفة اللي موجودة وين؟ بين الأسنان إنتردنتل من اسمها 2023 يعني بين الأسنان رح نحكي عنهم واحدة واحدة نسمى للفري جنجفا هي الجنجفا اللي ممتدة من الجنجفا الموجن사로 isée الي جنجفا القروف هو الجروف اللي بفصل الافت mobility للأطاق الجنجفا دي بدأ لحفة الجنجفا عند السنية. يعني اول ما تبلش اللثة لنهايه السلكس اللي هي مفروطو بين عند叫 عامل جنجشن وبحكي أنني بقدر ا picks separated عن التوت. عليها ولما أجيس بالبروب المفروض أنه تكون القراءة من صفر ل 3 مليمتر بالوضع الصحي لو بدنا نشوفها على هاي الصورة هاي هون الفري جنجفل هاي سوري الجنجفل مارجن وهونا نهاية الدبثة في ذا سلكس نيجي بهاي المسافة نجيس البروب منلاقي من صفر ل 3 مليمتر هاي اسمها فري جنجفل بس هون تعديل بسيط هو هذو الكلام من السلايدات تعاون الدكتورة بس كتعديل الفري جنجفل جروف هو المكان اللي بره هون زي مثلث وشلو وما بنقدر نشوفه كلينيكالي بنشوفه مايكروسكوبيكالي بس هو خارجيا يعني ما بيكون بهاي المنطقة فالأصح انه نحكي انه الفري جنجفل جاي من الجنجفل مارجن للدبثة في ذا سلكس نفس الكلام هون انه الجنجفل سلكس لما عرفها بالسلايدات بيحكينا انه هي الاسبيس بين الفري جنجفل جروف الصح هي من الفري جنجفل لتوث في ذا سيرفس هاي هي المسافة اللي بنسميها جنجفل سلكس يعني المسافة من هون الفري جنجفل لسطح السن هاي هي الجنجفل سلكس برضو حكينا انه الكلينيكالي بالنورمل بالحال الهلث بتكون من زيرو لثري مليميتر طيب الاتاتش جنجفل هي الجنجفل الممتدة من الفري جنجفل جروف للميوكو جنجفل جونكشن الفري جنجفل جروف هو الجروف اللي بفصل بين الفري والأتاتش بعدين الميوكو جنجفل جونكشن هو الجنكشن اللي بفصل بين الميوكوزة والجنجفل أتاتش فالمسافة اللي بين هدول الخطين هي الأتاتش جنجفل لانه البلد أصلا مافي فري جنجفل هو مجرد أتاتش جنجفل بس جنجفل متصلة بالعظم دايريكت مافي اشي فري بالبلد بحكي لنا انه متصلة بشكل قوي بالبون والتوث وتتحمل الماستيكاتري فورسز والتيث برشن عشان هيك هي بتكون ايش كيراتي ناز عشان تتحمل القوة تاعت تفريش الأسنان وتاعت الماستيكيشن بيحكي لنا انه الأتاتش جنجفل بريفينت موفمينت أوف مارجينال جنجفل يعني الأتاتش جنجفل لانها واصلة كتير منيح وماسكة كتير منيح بالتوث وماسكة كتير منيح بالبون بتمنع انه المارجينال جنجفل تكون طايرة بالهوز يعني عن اللزوم يعني انها تتحرك بشكل قوي لا بتظل ماسكة بمكانها لانه الأتات جنجفل بتحاول تثبتها بمكانها شغلة تانية منيحكي هاي المسافة هي الأتاتش جنجفل الويدث هو طولها من الكورونل لأبيكال هيك هاد اسمه ويدث فبيحكينا انه الويدث بيختلف حسب نوع السن هل هو انسايزر هل هو مولر هل هو بريمولر هل هو يعني انتيريير أو هل هو مكزلري أو منديبولر وبيختلف حسب العمر كل مزاد العمر كل مزاد طول الأتاتش جنجفل ولكن شو بالنسبة لنوع الأسنان بيحكي لنا اذا كنا ماكزلري وطلعنا عليها بككلي يعني طلعنا عليها من بره من هنا منلاقي انه الانسايزر مسافة أو الويدث تبع الأتات جنجفل كبير شوفوا هاي المسافة كلها هاي أتات جنجفل فكبيرة بالمقابل لما نطلع على البريمولر هنا منلاقيها المسافة أصغر شي مقارنة بالمقزلري تكاملين إذن أوسع شي والويدست بتكون عند الانسايزر وأقل شي بتكون عند البريمولر إذن أجضل المولر المولر بيكون بالنص إذن انسايزر أوسع شي والبريمولر هو أقل شي أوكي بالنسبة للماندبل منلاقي انه الانسايزر هم أصغر إشي بعدين بالترتيب بيصير البريمولر أوسع بعدين بيروح المولر بيكون أوسع بس وين لما نطلع عليه من جوه إذن لما نطلع عليه من جوه بالماندبل ترتيبهم بيكون كالآتي الماندبل بيكون أكثر شي بعدين البريمولر بعدين الانسايزر الماكزلري بتخربط أكتر ولكنها بالبكة لما نطلع عليها بيكون أكتر شي الانسايزر بعدين المولر بعدين البريمولر هم يحفظ free و attached المفروض انه تكون تجميعهم سوى 2 مليمتر اقل شيء في عنا free gingiva مفروض تكون اقل شيء 1 mil وال attached gingiva المفروض اقل شيء تكون 1 mil هل هدول المعلومات دقيقين لا في عنا بامتحان ال perio سنة ثالثة ايجانا صورة perio probe داخل بالfree gingiva والسؤال كان كم طول attached gingiva بالصورة وكانت 0 لانه كان نهاية ال probe بداية الميوكو جنجيفا وبداية الميوكو جنجيفا فكان جواب صفر فهل 1 مليمتر اتليست هاي دقيقة لا الفري جنجيفا هل دايما اتليست تكون 1 mil لا لما نفحصها مرة تكون صفر ومرة تكون نص مرة تكون اقل عشان هيك كنا نحكي قبل شوي السلكاس من 0 ل 3 ففيه 0 فهدول المعلومات مش دقيقين ولكن نحفظوهم طيب حكينا عن width وال thickness ال width حكيناها من بداية التات جنجيفا لنهايتها من وين من الكورونا ابيكل يعني ايش احنا نزلين نزول او طلعين طلوع المهم هاي المسافة يعني ولكن thickness هي من بداية التات جنجيفا لبداية العظم وين بكو lingual بهذا الشكل اوكي الخط الازرق اللي موجود هون تمام مين اهم بالنسبة لنا ال width ولا thickness اللي بهمنا اكتر شي هو ال width ليه لانه اذا كان اقل من 2 مليمتر رح نلاقي انه بيقدي ال recession و inflammation مع التفسير العلمي لهاي النقطة لانه لو اجينا هون كانت التات جنجيفا بتخلص هون وخلص هون بيبلج اللاينينج ميكوزا بتكون العظم اقرب لال source of inflammation لان شو هو source of inflammation ال biophyll او ال black biophyll ال black biophyll بيكون اقرب للعظم بيكون اقرب ال BDL والاتات جنجيفا وال junctional epithelium فهذا الاشي بيسبب انها يصير الهريسيشن اسرع ال inflammation ينتشر اسرع يصير bone loss وبون ريزوربشن بشكل اسرع اوكي وصلنا ل ال interdental gingiva والها اسم تاني interdental papilla شو اللي بيحدد شكل ال interdental papilla عنا 3 نقاط اول شي شكل السمنتو انعمل junction بين السنين هو بيحدد شو شكل البابلة اللي بينهم شغل التاني الودة التاع ال proximal surface يعني المسافة بينهم او ال proximal surface بينهم اشي كتير بسيط لانه ال proximal surface صغيرة بالمقابل المولر شوفوا كل هاي بتكون proximal surface يعني هون كان فيه سن وانا خلعته وبيين لي الصورة اللي انا شايفها زيك انه مقطع عرضي لقيت انه ال proximal surface تبع المولر كبئ كبير وعريض عشان هيك شكل ال interdental papilla بيختلف عن ال interdental papilla الموجودة بال central والنقطة الثالثة ال contact relation between teeth لو فيه space بينهم غير عن لو فيه contact منيح بين الاسنان فلما درسوا هلقوا انه عنا بالانتيريور شكل ال interdental papilla بيكون piramidal يعني لو انا شلت ال incisor اللي هون رح الاقي انه شكل اللثة او ال interdental papilla شكلها مثلث بالمقابل لما شلنا سين مولر عشان نشوف شو ال interdental papilla شكلها بين التو مولر لقينا انها فيها ديبريشن اسمه كول هذا الكول بيوصل بين الباكل papilla وال lingual papilla وهذا الدبريشن بيكون non keratinized ليش non keratinized لانه غير معرض لقوة هو مش مبين اصلا على oral cavity والنقطة الثالثة اللي هون حكيناها انه هي بتتعلق او بتتأثر بالrelationship بين الاسنان شوفوا هون لما صار في spacing بين الاسنان او اذا كان في missing teeth رح نلاقي انه interdental papilla اختفت زي كي انه صار لها punched out زي كي انه اجا حد وقصها فشكلها بيعتمد على الثلاثة نقاط اللي حكيناهم هون هسا هاي الفقرة مهمة جدا 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 هي clean feature لنورمل او healthy gengiva كيف لما اشوف لثة اعرف انه هاي اللثة صحية ونورمل وطبيعية وانه هذا الوضع هو اللي انا لازم اشوفه بالideal او بالناس اللي ما عندها اي مرض باللثة اثنائين حكيناهم باللب شو هما اول شي racial pigmentation اول physiological ايش يعني يعني الناس اللي عندها pigmentation عندها ميلانين زيادة زي بعض الاعراق زي الافارقة زي الناس السمراء في بعض العائلات خلاص عندهم الميلانين زيادة باللثة فهم نلاقي لونها زي هيك هاد اسمه racial pigmentation النوع التاني او الاستثناء التاني هم الناس المدخنين بيصير عنا حالة اسمها smoker melanosis يعني الميلانين زيادة عند الناس المدخنين فهدول الاستثناء اذا مش موجودين المفروض يكون اللون pink بالحالة الصحية الشغل التانية الكونتور ايش يعني الكونتور يعني كيف يكون شكلها حوالين السن يكون scalloped outline شو هي الاسكالوب يعني هيك هاد الاسكالوب لازم يكون موجود اذا كان punched out not normal او abnormal الشغلة الثالثة المارجن المارجن لازم تكون knife وthin knife edge يعني زي حفة السكينة تكون كثير thin ورفيعة ومتصلة بالثن بشكل منيح مش بعيدة عن الثن structure تبعتها لازم تكون stippled ايش stippled هيك stippled زيك انا قشرة برتقال والconsistency يعني قوامها لازم تكون resilient شين resilient يعني flexible وبنفس الوقت strong يعني لو انا حطيت البروب هنا ما يتحرك ما تتحرك اللثة من مكانها بس بنفس الوقت مرينة يعني بخاص احفظوها resilient تكون مرينة ولكنها strong flexible الشغلة الثانية point interdental interdental بابلة يعني شوفوا هون زاوية حادة لما تكون منتفخة او فيها مرض رح نلاقيها هيك البروب depth من 0 ل3 و no pleading on probing وهذه كثير 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 مهمة لانه pleading هو اول دليل على المرض اول دليل على inflammation فطالما ما في inflammation المفروض ما يكون في pleading on probing ادخل البروب ما يصير اي نزيف اوكي هدو الحفظ مهمين نيجي لل periodontal biotype ايش رح احكي بهاي الصفحة زيادة عن الكتبيته الدكتورة وبالسلايدات فهو مش داخل بس انا رح اشرحه لانه يعني كل سانة بحطونا بس هدول السلايدين ما فهمونا اش القصة فهس امتفهم اياه اجوا بال periodontology قسموا الناس لأقسام هاي الأقسام سموهم biotype أو morphotype أو phenotype يعني انه فيه جروب من الكائنات الحية عندهم نفس الصفة فسموهم بهاي الصفات ونفس الكلمات كلهم هدول نفس المعنى طيب الشغلة التانية انهم قسموهم حسب اكتر من الشغلة الشغلة الاولى حسب الجنجيفة وشغلة التانية حسب البون بنسبة للجنجيفة قسمناها لشغلتين يا اما هاي الناس عندها صفة thin gingival biotype يا اما thick gingival biotype طب كيف اعرف انها thin او thick حسب شغلتين بدي اشوفهم اول شي thickness تاع الجنجيفة والود تاع الكتريتينيز جنجيفة هسا thickness اللي هو باكولينجول طب باكولينجول انا كيف دي اقدر اقيسها يعني هاي لازم اشي تشريحي زي هيك اشيل السن واقيس من هون لهون طب هاي كيف دي اعرفها في عنا طريقتين يا اما بستخدم طريقة الperioprobe visibility يا اما explorer with stopper اش يعني شوف هون الperioprobe visibility اني ادخل الperioprobe اذا لقيت انه طرف الperioprobe مبين زي هاي الصورة انه خاص مبين وين انتهى وين وقف جوه السلكس هاي معناها انه thin انه الجنجيفة مش كثير thick النوع التاني thick اني ادخل الperioprobe انا مش قادر اشوف وين انهاية الperioprobe لانه الجنجيفة نفسها pocholingual thick هزا الطريقة الثانية غير الperioprobe visibility هي اني اجيب explorer والexplorer هاد احط فيه stopper اللي هي القطع الخضراء الموجود بهاي الصورة تاعت الindo file تاعت الفايلات اللي بستخدمها بلاعب الindo وادخلها بالinterdental بابلا لحد ما توصل للعظم طبعا هاد الحاكي بدي يكون تاعت التخدير اني بحط local anesthesia بعدين بدخل explorer بس اطلعه بقيسه وبشوف قديش thickness تاعت الجنجيفة هل انا مطلوب مني اعمل هاد الحاكي لا طبعا بس عشان انه علمي يعني طيب الشغل التاني اللي بقيس من خلالها هي الودث تاعت الكريتينيز الجنجيفة الودث حكينا انه كورونو أنا بقدر بقدر اشوفه هو المسافة بين الجنجيفة ل الميوكو جنجيفة جنكشن يعني لو طلعنا هاي الصورة من هون من الجنجيفة لنهاية الميوكو جنجيفة جنكشن لهو هذا الخط هاي المسافة هي الودث انا بقيسها وبحكي له ان هل هي ثن او ثك بناء على هدول النقطتين الودث والثكنس تمام خلصنا من اول نوع من انواع التصنيفات التصنيف التاني اللي هو تقسيم حسب البون قسمناها لعدد اقسام بناء على الثكنس of the buccal plate الثكنس of the buccal plate قدش البuccal plate تاعت البون هاي ثك لما عرفها عرفها انه هي المسافة بين البون انتر بروكسيملي لا البون ميد فيشيال يعني المسافة من ارتفاع البون انتر بروكسيملي لارتفاع البون وين بالميد فيشيال هاي المسافة هاي الفيشيال وهون الميد بالمنتصف يعني منتصف السن المسافة اللي هون بننجيسها اذا لقناها قليلة زي هون هاي الانتر بروكسيملي هاي الميد فيشيال قسناها طلعت 2.1 او اقل بنسميها flat اذا طلعت 2.8 او اكتر بنسميها escaloped طيب النوع الثالث رح يكون pronounced scalloped scalloped يعني يكون اكتر من 2.8 تمام ولكن شو يعني pronounced scalloped pronounced يعني بارز بارز يعني scalloped اكتر من scalloped و scalloped اكتر من flat لما فحصنا الناس وقسمناهم لصفات بناء على الجنجيفة والبون لقنا انه اغلب الناس بتجمع صفتين سوا يعني لقنا انه flat دايما بيجي مع thick وال scalloped عادة بيجي مع thin وفي ناس عندهم بتكون المسافة اكتر من 4.1 اوكي اللي حكينا هون flat 2.1 scalloped 2.8 وpronounce scalloped بتوصل ل 4.1 وهون تلخيص للي حكينا يا جماعة اي اشي هون زيادة عن المكتوب بالاسود فهو مش مطلوب بالنسبة الهستو الهستو لدينا two main type من التشو لدينا نوعين الانسجة لدينا ابثيليوم وكنكتف التشو المسافة او الشغلة الفاصلة بين الابثيليوم والكنكتف تشو اسمها pacement membrane فهو هنا في عنا الابثيليوم layer وعنا الكنكتف تشو layer كيف نعرف انها كنكتف على طول اول ما تشوفوا الاوعية دموية منعرف انها الكنكتف تشو ليه عشان فيها اوعية دموية تغذي الابثيليوم layer اللي فوقيها والخط الفاصل بينهم هي الابثيليوم طب والخط الفاصل بينهم مستقيم هاي الخلايا وهذا التعرج اسمه ريتي ريجز او ريتي بيكس وهذا التعرج بفيد انه يثبت الابثيليوم بالكنكتف تشو اكتر تمام يعني بزيد اتصال او عدد الخلايا المتصلة بالكنكتف تشو اوكي حفظوها عشان هسا حنرجع لها بنسبة الابثيليوم بحكي لنا انه الابثيليوم نوعها ستريتيفايد سيكويماس ابثيليوم ونوع الابثيليوم بالضبط هو باراكراتينايز اشين باراكراتينايز عنا نوعين من الكراتين عنا باراكراتينايز وارثو كراتينايز الارثو كراتينايز انه الخلايا اللي باخر طبقة من الكراتين تكون ما فيها نويات او ما فيها انوية بالمقابل الباراكراتينايز بتكون فيها ريميننت من النيوكلياي بآخر طبقة من الكريتين يعني في بقايا من النيوكلياي لو طلعنا هون شوفوا لحد آخر طبقة في نيوكلياي من بين جو الخلايا هاي هم شايفينهم هاي اسمها بارا كريتينيزد فبيجيك سؤال انه هل اللي بيثيليم بارا كريتينيز ولا أورثو كريتينيز الجواب بارا كريتينيزد طب كام الثيكنس تاع الكريتين بيكون 0.2 إلى 0.3 مليميتر وهاي معلومة مهمة ليه مهمة بتفيدنا كلينيكالي لما نعمل عملية اسمها توريد اللثة ممكن انتم سمعتوا عنها من قبل للناس اللي عندها أو الأشياء اللي حكينا عنهم قبل شوي بتصبغ اللثة بسبب زيادة الميلانين نعملهم عملية اسمها أو توريد اللثة هاي العملية تقوم على إزالة طبقة الإبثيليم وإضالة الكنكتف تشو ليه منشيلها عشان يتكون إبثيليم جديد والإبثيليم هاد بكونوا نظيف ما في ميلانين زيادة فبيطلع لونه وردي عادي طيب شو دخل هاد بالثيكنس الثيكنس بحدد لي قديش أنا أشيل بعملية الديبثيليزيشن إني ما أشيل من الكنكتف تشو بس أشيل 0.2 إلى 0.3 مليميتر عشان أتخلص من كل الإبثيليم لير طيب لو طلعنا هون رح نلاقي إنه الإبثيليم لير مش كلها نفس الشكل يعني في خلايا هون مربعة في هون خلايا دائرية في هون مسطحة في هون مسطحة زيادة عن اللزوم طب إيش هاي الأشكال رح نلاقيها هون بأسماءها في عنا أربع طبقات من الكيراتينوسايت بطبقة الإبثيليم لير أول طبقة هي بيزل لير شو يعني بيزل لير اللي هي الطبقة اللي بتكون على طول بعد الباسمنت ميمبرين فإذا هون الباسمنت ميمبرين رح نلاقي على طول بعدها البايزل لير وغالباً بيكون شكلها مربع الطبقة اللي بعدها اللي هي سباينوزم لير سباينوزم لير اللي هي هاي بعدين بعدها الجرانيولوزم لير والكورنيوم لير هدول الطبقتين بيكونوا مسطحين أكتر إذا صار فيه فورسز على الإبثيليم لير صار فيه مستيكيشن صار فيه توث براج صار فيه أي شيء يعني بعطي فورسز على الكرياتين لير منلاقي أنه هدول التنتين هم اللي بصير لهم شردد هم اللي بصير لهم تقشير أو فيه خلايا منهم تطلع أوكي في عنا أنواع خلايا مختلفة تاني غير الكرياتينوسايت منلاقيها موجودة بين الكرياتينوسايت بالجنجفال إبثيليم شو هما؟ عنا ثلاث أنواع اللامل هانسل هي نوع من أنواع المونوسايت والمونوسايت إحنا عارفينها أنه نوع من أنواع الوايت بلدسل يعني إلimmen علاقة بالمناعة طالما إل Arriaga بالمناعة إذن هي بتساعدني بالإميونيتي وموجودة وين بالسوبرا بيزل لير هاي البيزل لير سوبرا بيزل يعني فوقها على طول فوق السوبرا بيزل لير منلاقي اللامل هانسل النوع الثاني اللي هو ميركل سل موجود بالديبر لير أو في إبثيليم يعني بأعمق نقطة من طبقات الابيثيليم شو هم الريتيرجز نيجي هون نذكرين الريتيرجز هاي هون هدول الريتيرجز على التب تبعهم في أعمق منطقة من الابيثيليم لير منلاقي الميركلسل الميركلسل فيهم نيرف اندنج هدول النارف اندنج رح يساعدوني بالسنسوري يعني يساعدوني بالبريفرال نيرف سيستم اوكي بساعدوني بالسنسوري اخر نوع من انواع الخلايا هو ميلانوسايت من اسمها ميلانوسايت اذا فيها ميلانين او بتساعدني بانتاج الميلانين موجودة بالبيزل لير وبالسباينوز سل لير بالنسبة للبيزل سل لير والبيسمت منبراين كيف بتتصلوا مع بعض هاي الصورة مش محتاجين انكم تعرفوا منها غير نقطين مهمات انه البيسمت منبراين متصل بالبيزل لير عن طريق هيمي ديسموزومز بالمقابل البيزل لير متصل خليها مع بعضها عن طريق ديسموزومز اذا ديسموزومز توصل الخلايا مع بعض والهيمي ديسموزومز توصل نوعين من الخلايا مختلفين مع بعض اوكي بالنسبة للتايب أوف ذا جنجيفا عنا اوري لابيثيليم سلكولر ابيثيليم وجنكشن الابيثيليم نتذكرهم هون في عنا السلكولر ابيثيليم حكي انها الننج كيراتينايز عنا جنكشن الابيثيليم هيك والأورال إبيثيليم شو هو الكيراتينايز الأورال إبيثيليم طيب ليه كيراتينايز لأنها رح تتعرض لقوة من الماستيكيشن والتوت براشنج فرح تتحملهم الأورال إبيثيليم ولكن السلكيلر والجنكشنل ما بنحتاج يكونوا قويين أصلا نحكي عنهم واحدة واحدة الأورال إبيثيليم هي الموجودة مواجهة لأورال كافيتي بتكون كيراتينايز فيها ريتي بيكز أو ريتي ريجز اللي حكينا عنهم قبل شوي هذا الإشي اللي بعطيها شكل اللي زي شكل قشرة البرتقال فهي خلال 10-12 يوم ليه معلومة مهمة مهمة قد معلومة الثكنس تاعد 0.2-0.3 بالإبيثيليم لأنه برضو لما نعمل مثلا توريد للثة أو نعمل أي عملية باللثة لازم نكون عارفين أنه علاجها أو الهيلنج رح يصير خلال 10-12 يوم عشان لما البيشنت يسألني قداش بدي لحد ملثي ترجع طبيعية نحكيه 10-12 يوم أو لو حتى أنت جرحت لتك تعرف متى حطيب خلال 10-12 يوم وهذا الإشي يعتبر سريع يعني هيلنج سريع مقارنة به الأنسجة التانية بالجسم طيب هو الإبيثيليم الموجود هون باتجاه هو مش متصل في مسافة بينهم وهو الجرانيولوزوم والكورنيوم موجودين بالخلايا الكراتينايز أو بالأنسج الكراتينايز اللي رح يصيرهم الشردد لما نتعرض لفورسز صح فطالما هاي المناطق مش كرياتينايز ما رح تتعرض لفورسز فما فيهم جرانيولوزوم وكورنيوم فيهم البيزل وهي المسافة تاعة البيثيليم ما بتمرق أي شي بتكون سمي برميابل يعني بتنتقي الأشياء اللي بدخلها للأنسجة طيب البيثيليم النوع الثالث من البيثيليم هو أول اتصال بين الجنجيفة والتوث بيحكي لنا أنه هو ولكنه إذن شو ما بيحتوي على بيحكي لنا أنه بالأول أول ما يتكون بيكون من ثلاث لأربع طبقات فقط كثيكنس ولكن مع زيادة الوقت منلاقي أنه صار عشرة لعشرين طبقة الثيكنس تبعه بزيد بيحكي لنا البيزل ليش أنه بس بيزل و سوبر بيزل لير لأنه طيب اللينكت عبارة عن يا أما ربع مل يا أما بوصل إلى 1.35 مل لأنه نحن أصلا حكينا أنه عادة بيكون 1 مل كأفراج يعني بيكون نصها بالسن و نصها بالروت 1 مل كأفراج يعني يعني في هنا الجنكشن الابيثيليم متصلة من جوة من هاي الجهة بالإنر بيزل لمنى متصلة بالكونكتف تشو مبرع بالأوتر بيزل لمنى في عنا هون معلومتين بيخات مضطرين نحفظهم رح أحاول أسهلهم قدر المستطاع في عنا بيحكينا بالإنر بيزل لمنى كونسست أوف لمنى دنسا ولكن في عنا لمنى لوسيدا هي المتصلة بالهيمي ديسموزومز يعني هي حفظ ولكن شو يعني لمنى دنسا؟ شو يعني لمنى لوسيدا؟ بيحكينا اسدى تيرمينولوجي related to electron microscope يعني هل إحنا منشوفهم عرض الواقع شو يعني لمنى لوسيدا ولمنى دنسا؟ لا هي إشي منشوفه بالmicroscope If we put basal lamina on electron microscope منلاقي إنه في part of electron dense يعني في كمية electron dense كثيفة بالمكان بهذا النسيج ولكن اللامينة لوسيدا منلاقي إنه الالكترون لوسيد إشين لوسيد؟ يعني زي يعني بعض عن بعض مش دنس مش كثيفين مش قراب من بعض كتير مش عددهم كتير هل بقدر أساعد أكتر؟ لا مضطر نحفظهم The junctional epithelium is attached to cementum also by hemidysmosomes وين حكينا الhemidysmosomes اللي بوصل بين البيزل لمنى والبيزل لير صح؟ فهو بيحكينا إنه كمان بالjunction الابithelium بتوصل بتوصل مع السمنتم by hemidysmosomes إحنا نحفظ إنه الخلايا المختلفة عن بعضها بتتصل مع بعض بhemidysmosomes والخلايا اللي شبه بعضها بتتصل مع بعض ب ال dismosomes نفسهم جايين من وين الجنكشن الابithelium؟ جايين من ال reduced الابithelium إذن بيسألك سؤال مين مصدر ال junctional epithelium؟ reduced الابithelium وهاس رح نعرفه بهاي الفقرة يعني بداية اللي الثة كيف تكونت؟ بيحكي لنا إنه بكون في أميلو بلاست الأميلو بلاست هي الخلايا اللي كونت السن وكونت الانامل فالطبيعي إنه الأميلو بلاست تكون وين؟ على نهاية الإشي اللي كونته هون أوكي فهاي الأميلو بلاست تصدر طبقة أو بتكون طبقة اسمها reduced inamal epithelium reduced inamal epithelium فلو حكيان إنه هون الانامل هاده فيه وراه طبقة هاي اسمها reduced inamal epithelium reduced inamal epithelium لما يضل السن يطلع على فوق يصير له eruption رح نلاقي إنه بيتصل مع الأورى الابithelium يعني بيصير اتصال هيك وهيك عشان يبزغ السن من المنتصف بيجي هون بيبزغ السن reduced inamal epithelium اللي هون اتصلت مع الأورى الابithelium اللي هون والreduce inamal مع الأورى الابithelium الجهة الثانية فبيتكون إيش junctional epithelium من وين تكون؟ من reduced inamal epithelium اللي كانت موجودة أصلا بعدين لما يبزغ السن كامل بشكل كامل بنلاقي إنه صار عنا junctional epithelium بالموقع تبعه بالsemento inamal junction وفقي السلكس أو السلكلر epithelium والأورى الابithelium ضلت من مكانها الفكرة وين؟ إنه الجنكشن الابithelium بيسألك منون إجابة تحكيله من reduced inamal epithelium والسلكلر epithelium منون إجابة تحكيله من reduced inamal epithelium قداش بده وقت عساس إنه يوصل الجنكشن الابithelium لمكانه الصح ل السمنتو inamal junction بيحتاج four years to fully develop طيب شو الفنكشن شو الهدف من وجود الجنجف الابithelium ليربنا وجد الجنجف الابithelium في الفم نحكي هاي المعلومة بعدين نرجع للفنكشن بيحكينا ان الجنجف الابithelium هو important initiator وregulator وmediator mediator للhost immune response against periodontal pathogens شو هي الperiodontal pathogens هي البيوفيلم بيوفيلم بلاك البيوفيلم بلاك وين بتيجي بتيجي على الابithelium فالابithelium هو اول مكان بينتبه على وجود البلاك او البيوفيلم وبيصدر اشارات عشان يبلش يعمل initiator وregulator ينظم وmediator يوصل الاستجابة المناعية يوصل انه تره هون فيه سبب للمرض في pathogen ويبلش المناعة انها تفرز الخلايا والسايتوكاينز والجروث فاكتور انزايمز والأدهيجي ملكيول والانتي ميكروبيا البيبتايد كل هاي الاشياء مين اللي اعطى اشارة انها تبلش مين اللي نظمها مين عملها مدييتر هو الجنجيف البيثيليم اذا وجودها مش عبث فنيجي للنقطين اللي تعدينا عنهم بيحكي لنا انها اكتف برودكشن اوف سايتوكاينز ادهيجي مولكيول والانتي ميكروبيا البيبتايد اذا هي الجزء الفعال في انتاج الاشياء اللي رح تفعل هاست اميون رسبونس عشان ما تيجي البلاك بايوفيلم وتوصل على اللثة وتعمل امراض وانا لسا مش داري عنها لازم اللثة تعمل تبلش وتنتبه على وجود تبلش بالاميون رسبونس وتنتبه على وجود الباثوجينز الشغلة الثانية اللي هي بتحمي الانسجة اللي تحتها بانه هي سمي برميبل حكيانا انه ما بتعمل بتدخل اي اشي بالأورال انفيرومنت لالانسجة اللي تحتها حكيانا انه سمي برميبل ما بتدخل اي اشي في عنا بالإبيثيليم اشي اسمه إكسترسيليولر ميتريكس هو الميتريكس اللي موجود بين خلايا الإبيثيليا اللي يحكي لنا انه هي بتساعد بالسل ان الخلايا تتصل ببعضها ان الخلايا تتصل بالتوث وتتصل بالباسمنت ميمبرين اذا كيف الإبيثيليم بتتصل بالتوث وبالباسمنت ميمبرين يتصل الخلايا الإبيثيليم مع بعضها عن طريق الاكسترسيليولر ميتريكس وبتساعدني برضو بانه توزع المي والغذاء والتوكسنز على جميع النسيج رينيوال أوف جنجيف الإبيثيليم بيحكينا انه الإبيثيليم والشيدنج لمين للكورنيوم والغرانيولوزوم حكينا انه الجرانيولوزوم والكورنيوم لما يصير أي فرصة هم هدول الطبقتين اللي بيصير لهم الشيدنج الطبقات اللي تحت البيزل لير والسباينوز لير لما يصير شيدنج كتير هدول البيزل والسباينوز بيصيروا ينقسموا أكتر عشان يعوضوا الفقد اللي صار بالطبقات اللي فوقهم فلازم يضل في بالنس بين الشيدنج والديفجن الشيدنج بآخر طبقتين فوق والديفجن بأول طبقتين تحت على أساسي الضل الثكنس تبع البيثيليم لير يضل نفسه ما يقل وما يزيد تمام فبيحكي لنا انه بنسبة ل الرينيول يعني تجديد الطبقة بالأورال ابيثيليم والأوتر ابيثيليم عشرة لاثناشر يوم وحكينا هاي المعلومة بشو بتفيدنا والجنكشن البيثيليم بيحتاج يوم لست أيام عشان يرجع يتكون من أول وجديد طيب الجنجفل سيرفيكلر فلود هو سائل بيطلع من من السلكوس تاع السن او تاع البيثيليم سلكولر ما عنا كتير معلومات عنه بس يعني الدراسات اللي سقائنا بيحكي لنا انه هاض الجنجفل سيركلر فلود carries the soluble immunological content of the silcus او البوكت اذا هو بيطلع من السلكوس او البوكت بيحمل معه immunological content يعني المحتويات الخلايا المناعية اللي كنا نحكي عنهم قبل شوي سايدوكونز والميدياتر وهاي الأشياء بيحكي لنا في منه نوعين يا اما سيرم ترانزوديت اذا كانت الحالة هلف يعني سنانك صحيين رح يطلع هاض الفلود ولكن بيكون ترانزوديت يعني بيكون ووتري السائل بيكون لونه شفاف اكتر بيكون ووتري انترستيش الفلود زي كأنه السائل الموجود بين الخلايا بالوضع الطبيعي يعني سائل نضيف بيكون بروتين بور بيكون عدد السلز اللي فيه او عدد البروتين اللي فيه قليل فهذا بيكون سيرم ترانزوديت موجود بالحالة بالحالة الصحية بالمقابل اذا كان فيه انفلميشن هذا السائل بيكون اول شي اكتر بيكون اكزوديت مش ترانزوديت واكزوديت معناها انه البلازمة اللي قاعدة بتطلع بتكون يعني فيها خلايا كتير فيها بروتين كتير ماذا بتطلع بحالة الانفلميشن بحالة الديزيز اذا نفهم انه الجنجفل سيرفيكل فلود عبارة عن سائل بيطلع في حالة الديزيز بيكون اكزوديت بحكين لانه contain اكسفوليات ابثيليا لانه في حكينا في شريدنج للخلايا تاعة ابثيليا يعني بتتقشر فالسائل هات بيكون بيحمل الخلايا اللي تقشرت وطلعت من النسيج وانفصلت عن النسيج بيكون بيحمل معها البكتيريا من البايوفلم والسل ميغريتنج زي الخلايا اللي طالعة من البلد رايحة على النسيج زي شو زي النيوتروفل والليمفوسايت والإريثروسايت كل هذا الحكي اللي كنا نحكي عن الابثيليا الصل وصلنا الكنكتف تيشوصل اللي هما الطبقة اللي تحت الابثيليا بتحتوي أو بتتكون على عدد اشياء اولهم واهمهم هو البلد لا بهمني البلد عشان يغذي الابثيليا اللير اللي فوقي موجود مع لينفوسايت عشان ينتبه لما يكون في مرض أو أشياء لأنه اللينفوسايت هو اللي بيساعدني بالاستجابة المناعية وبيكون في نيرفز النيرفز برضو بتساعدني بتوصيل الاستجابة المناعية ونقل الإشارات والإشارات والإشارات الأخير هو السلز أو الخلايا زي الفايبر بلاست الماستسل الماكروفاجز والنيوتروفلز والليمفوسايت والبلازمسل حفظ أوكي أوكي وصلنا لآخر موضوع وهو الفايبرز هس على وقتنا الدكتورة بس كانت حطيتهم كسلايدات وقرأتهم قراءة فإحنا عملنا سكب لقينا هاي بنص الامتحان هاي صورة لقيناها إنه بيسألنا عن أحد أنواع الفايبرز فنركز سوا من أسميهم نعرف شو هم وشو أشكالهم عشان نسهل عبعض بالأول في عنا سبتل سبتل مقصود فيها الروت وترانس يعني فالروابط اللي جاي بين الروت منسميها ترانس سبتل اللي هي الخط الأخضر الموجود هون هاي جذر وهاي جذر الخطوط اللي بينهم هي ترانس سبتل النوع الثاني سيركولر إشين سيركولر يعني محيطة بالأسنان على شكل سيركول أو دائرة إذا هاضي السن هاي السيركول اللي حواليها هاي اسمها سيركولر النوع الثالث دينتو جنجفل دينتو يعني أسنان وجنجفل نعرفها الجنجفة إذن أي فايبر ماشي بين السن والجنجفة اسمه دينتو جنجفل هاي السن الجذر وهاي الجنجفة فهدول الروابط اسمهم دينتو جنجفل النوع الرابع دينتو بري أوستيل بري أوستيل لما نقرأهم نفهم إنه قصدهم العظم فالدينتو بري أوستيل إذن الروابط اللي جاية بين السن البرياستيول هاي الجذر اجين هاضو العظيم الرابط اللي جاية هيك هاي اسمها ايش دنتو برياستيول النوع الخامس ألفيولو ألفيوجنجيفل ألفيوجنجيفل هاي العظيم الألفيولر وهاي الجنجيفة فألفيولوجنجيفل هايها هadow الخطوط طيب شو يعني برياستيوجنجيفل جاي من البرئوستيوم للجنجيفل إذن فيه البيو جنجيفل وبرئوستيو جنجيفل ركز فيهم البيو جنجيفل جاي من الكريست تاعة الالفيوليربون البيو جاي من باقي العظم باتجاه الجنجيفل سيركولر حكيناها في عنا IG انتر جنجيفل مش ترانس جنجيفل انتر جنجيفل شوفوا هاي اللون الأخضر اللي هون انتر جنجيفل جاي داخل الجنجيفل انتر داخل وجنجيفل طب انتر سيركولر يعني بين السيركل او داخل السيركل هاي انتر سيركولر غير اللون انتر سيركولر في عنا انتر بابلري ايش يعني انتر بابلري يعني داخل البابلة هاي في هون سن هون سن المسافة اللي بينهم ده تكون بابلة فهاي في هون بابلة هون بابلة الانتر بابلر هي الواصلة بينهم بين تو بابلة طيب في عنا دينتو جنجيفل حكيناها فوق و ترانس جنجيفل في فرق بين دينتو جنجيفل و ترانس جنجيفل تعال نشوفهم هون الدينتو جنجيفل جاية من الجنجيفل للسن طيب شو هي للترانس جنجيفل جاية من الجنجيفل لحالها هيك هي ماشي لحالها بين الجنجيفل تختلف عن الانتر جنجيفل اذا صار عنا انتر جنجيفل وصار عنا ترانس جنجيفل وصار عنا دينتو جنجيفل اخر شي ترانس سبتل برضو حكناها فوق طيب شو منستفيه من هاي الفايبرز يعني هدولا الفونكشن بديهيات اكتر فممكن نحفظهم بشكل اسرع بيحكي لنا انه بريس تدعم انه اللثة تكون موجودة حوالين السن ما تكون طايرة بالهواء وتساعد ان الجنجشن الابيثيليم يكون ماسكي منيح بالتوث لان احنا عارفين الجنجشن الابيثيليم هو اول اتصال مع السن فلازم يكون ماسكي منيح الابيثي الثالثة بروفايد ريجيديتي وانه هي تتحمل الماسكاتري فورسز لما يجي الماسكاتري فورسز لازم يكون ريجد لازم تكون قوية وسترونج عشان تتحمل هاي الفورسز والنقطة الرابعة يونت فري جنجيفة with the cementum of the root and bone انه ما تكون الفري جنجيفة هيك بعيدة عن الكوكب كله لازم تكون متصلة بشكل منيح مع الانسج اللي تحتيها فعشان تكون الفري جنجيفة كوحدة واحدة مع السمنتم والroot والبون والانسجة الاخرى بتيجي الفايبر تمسكها بمكانها والوظيفة الخامسة اللي هي connect adjacent teeth to each other لانه حكينا كل سبحان الله يعني كل روت وروت في بينهم في بينهم فايبر معينة وبين كل سن والسن الثالث منلاقي في روابط معينة فما في سن جاي لحاله هيك اخر شي الاكسترا سليولر ميتريكس علمات سريعة بحكي لنا انه هو ميديم مليان بالكمبوننت اللي احنا ما منقدر نشوفها يعني مغموسة جوة هاي الكمبوننت زي الووتر زي البروتين بلايكوبروتين بروتوكلايكان وغروث فاكتر احفظنا منهم شوي فوق بيحكينا انه في كولوجين تايب 1 و3 و4 و6 سري هاي 5 و6 اي نوع فيهم اللي بعمل الفايبر؟ 3 في مرات بعملنا الone فيبر ولكن يعني in less amount many functions such as transportation of water and the nutrition, cell cell communication and control of mineralization اذا مين اللي بيسيطر على المنراليزيشن مين اللي بينقل الماي بوزعها بوزع الغذاء وفي يكون اتصال بين الخلايا بين بعضها هو الاكسترا سليولر ميتريكس وهيك بتكون الحمد لله خلاصة المحاضرة يعطيكم الف عافية اذا عندكم اي سؤال ابعتولي وبس رمضان كريم